تشهد المنشآت الطبية في كافة المحافظات أعمال تطوير شامل من أجل تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين ويعد مستشفى حورس العام بمدينة إتفو بأسوان واحدا من الصروح الطبية التي شهدت أعمال توسعة وتطوير لتقديم الخدمات للمواطنين في أسوان على وجه الخصوص وفي جنوب مصر بشكل عام بعد انتظار دام ثماني سنوات بدأت مستشفى حورس العام بمدينة إتفو بأسوان التشغيل التجريبي بعدد من الأقسام استعدادا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة شملت التوسعات والتطوير قسم العناية الذي كان يحتوي على سبعة أسرة فقط وأصبح يضم سبعة عشر سريرا إضافة إلى قسم الحضانات الذي أصبح يضم أربعة وعشرين سريرا بعد أن كان يضم خمسة عشر فيما وصل إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى إلى مئتين وأربعين سريرا هنا القسم في المستشفى بيضم مئتين وخمسين سرير بما فيهم أجهزة الغسيل الكلوي قسم الحضانات عندنا جميع الأقسام قسم طوارئ قسم الغسيل الكلوي قسم الحروق قسم دسترة القلب وصرح طب كبير وحاجة ممتازة الأهالينا في الصعيد كذلك شملت أعمال تطوير بالمستشفى قسم الغسيل الكلوي الذي بات يضم 62 مكينة غسيل الكلوي بعد أن كانت أحدى وأربعين فقط قوتنا التمردية هنا بإذن الله خمسمية وعشرين ممرض بتخدم أقسام المستشفى جميعاً بتتوزع ريشيو على حسب طبعاً العامة للرعاية الصحية المستشفى فيها 62 مكينة غسيل الكلوي فيها 83 سرير داخلي بتخدم طبعاً مركز إدفو كامل وإن شاء الله مستعدين بإذن الله للجديد إن شاء الله عندنا هنا الأدوية كلها بالمجاني بنوفرها لكل عائدات اللي هي الجلدية والعظام والأطفال والنهاردة بدأنا كمان نسى وموفرين كل الأدوية بالمجاني وبنصرف حوالي 500 تذكرة في اليوم وبنشتغل شفتين هذه الطفرة الصحية بمدينة إدفو تأتي في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية على وجه العموم ومحافظات الصعيد بشكل خاص